سهلة بالشرقية وأهلا وسهلة بأهل العراق عندي جمهور بيحبني كتير وأنا دايما صرت جريئة يعني صرت صنديدة كتير أول مرة رحت شوية خفيني بس بعدين خلص دايما بيحكوني بس هني دايما بفضلي كون في مناسبة منيحة لأنه عندي فرقة بتروح معي وهيكي ففرد مرة بيضبط وموضوعه كبير حفلة كبيرة وبيبعته وراي عملت سندباد وعن جد كتير فخورة وكتير مبسوطة أنه قالولي أنت اسمك رح ينزل بالتاريخ أنه أنت الفناني من القلائل اللي وفقوا يزوروا بغداد وبغداد بهيدا الجو من الحزن بس بيكفي أنه هون رسالة الفنان وبيكفي أنه أنا عندي هالذكرة الطيبة منه مين من الفنانين العراقيين اليوم لفتوا انتباهك مجد المهندس طبعا في مهند في تعالته في اللي عامل قلب قلب محمد السالم أعتقد لا فيه فيه نجوم بعدين هلأ اللون العراقي طلع كتير يعني صار متفوق على ألوان أخرى أنا لما بروح على العراق بالتحديد العراق بغني عراقي بكون متداربي مظبوط وعاملي سورتش مظبوط على أغاني اللي داربي حديثا أو إشي أديمي أو فولكلورية أو شي بعمل وصلة كتير طويلة يعني عراقية وأكيد أنا بتمنى أنه حدا يقدم لناس أو لحن عراقي يكون حلو ليش لا فيلم مهمة في فيلم قديم هلأ عم بينعرض بالسينما أنا في ضيفة شرف مش البطولي لإلي محمد سبكي بقلي ضيفة شرف متل البطل فبشكروا دوري صغير إنما بيشبهني فتاة لبنانية تهرب من بيروت لأسباب عم تتخانق هي وأهله في سبب هيك مشاكل مع أهله تروح بتلاقي حالة جارتها لفيفي عبدو وساكني حدا على السطوح مواقف كوميدية كتير وشعبية وجوا غريب من شعب اللي كتير كتير شعبي وبين واحدة إنه أهله مرتبين وهي وهي إنه لبنانية وكتير هيك شايفي حالة بتلاقي حالة قدام ناس شعبيين وهينك بيصير في أحداث كوميدية بيصير في مواقف مضحكة كتير في مشاهد كتير أنا وستدفيفي عبدو مضحكة للغاية بس هيد الحياة فيه يعني هلاقية تتفاجأ إنه في هيك بالحياة بس بتكمل معن وبتصير تحكي مثلهم بعد شوي وحتى في مشاهد أنا وفيفي عبدو لبسين القلابيات وعم نلطم أنا وياها أنا بلطم باللبناني وهي بالمصري هيدا مشهد استحدثني لأنه بوجودة بالفيلم كالبناني وهيك غير كتير إشياء وبصير حكيها بالفرانسي وطبعا هي مش فهماني شو عم بحكي ففي مشاهد مهضومي كتير ابنا بيحلم كتير بعبد الحليم وبيصير عبد الحليم يظهر له وفي أحدى الليالي كمان أنا طلقطني العدوي وبشوف فريد الأطرش فمهضوم الفيلم وابنا كتير نحرق أحداثه وأنا بقول لكل الناس اللي بيحبوني يشوفوه وإن شاء الله يحبوه سمعنا في أخبار أنه عمد حضري لعمل شعبي في الحديث عن أغنية شعبية إن شاء الله يمكن بهالأسبوع بيتتبلور أكتر لأنه ممكن مشغولي شفاة بتصوير الفيلم هلأ رجعت على بيروت وبلشت رجع شوف كيف بدي أرجع للشق الغناء اللي أنا بحبوه كتير في كذا لقاء بس على أبرزون إن شاء الله أنا وطوني عنقا إن شاء الله تثبط الغنية لأنه من زمان حكيم فيها فبتمنى هلأ هاللقاء بقى يخلص ويسمر على أنه في أغنية سواء